أكيد تبادل وتباين في المواقف موجودة وبكل وضوح نتكلم بشفاف بشفافية عالية ما بين الكتلتين الشيعية والسنية وبامتياز اتهامات والبعض يؤكد بأن هذه الاتهامات لا صح لها وأن الأرقام هي مبالغ فيها لكن هناك مختفين حتى وإن كان أرقام مبالغ فيها دعونا أن نجد على المختفين حقا حتى وإن كان المبالغ فيها لنتركها إلى صفحة ولكن علينا أن نبحث عن هؤلاء المختفين فعلا كيف تم اختفاهم كيف تم تغيبهم أنا أقول وأقول أحنا أمام المجتمع الدولي اليوم العراق مساءل مساءلة قانونية ما أغفر عليكم اللجنة التي جاءت إلى العراق والتقت مع عدد من الضحايا ومع الحكومة ومع المحافظين ومع لجنة حقوق الإنسان ومع كثير من الأطراف في 24 نوفمبر 2022 اللي كانوا متشكلين من عشر خبراء مستقلين أقولها بكل صراحة محاول اللقاء موجودة لها عرضة لكم ولكن ما سمعت منهم كلمة تهديد ووعيد بأن اللجنة ستقدم تقريرها في 25 مارس 2023 وراح تكون التقرير تقرير شديد للهجة على الحكومة العراقية باعتبار أنها لم تتفق مع المجتمع الدولي بتطبيق قانون الحماية الدولية للاختفاء القسري للمواد 29 و30 و33 وأنا بعثت كل هذه الأمور إلى الجهاد ذات العلاقة واليوم أيضا أؤكد لكم أن اللجنة أنهت أعمالها في العراق وتكون التقرير شديد للهجة بحق العراق ممكن حتى بها عقوبات وأنا رفضت هذا الأمر قلت للعقوبات ما ممكن نقبل أي عقوبة اقتصادية تقع على الشعب العراقي إحنا مرينا بأزمات والله حسب ما سمعت من اللجنة أنهم حتى يفرضون عقوبات اقتصادية على العراق طيب ليش يفرض علينا عقوبات اقتصادية ليش الشعب يكون هو منهك هو متعب أنه تجينا عقوبات اقتصادية قلت إحنا ما ممكن نقبل أي عقوبة اقتصادية على شعبنا إحنا الحصارة جائر دمرنا لا تدمرونا مرت اللخ من مارس الاختفاء ومن مارس الجريمة من مارس حاسبوا هذه الجهة لا تخلوا هذا الشعب يتحمل مرة أخرى وزر الآخرين في هذه القضية ولذلك أنا شخصيا كرئيس وزر حقوق الإنسان متخوف من التقرير الذي سيعلن في 25 مارس 2023